فاهم الكصة ماشي ازاي؟ ده بيقولك ايه؟ يعني بيعدل الكلمة كانون اللي هو المساروخ يعني كده. طب هو بيعدل الساروخ ليه عشان يقدر يقع في مكان معين او في طائم محدد. طب نجيوب ايه ال data اللي جابها ليه؟ مش جابني عن رسمة اي حاجة. لكن بيقولك what is the angle needed to achieve the greatest horizontal range. الانجل اللي هو محتاجها عشان يبقى maximum horizontal range. اعلى horizontal range يعني ال R تكون اعلى حاجة. ال R اعلى حاجة فاكرين احنا عملنا نوتس كده? افكركم بيها. في النوتس دي maximum range لما الانجل تكون كامير الجالة لازم تكون فاكر الانجل تكون 45. يعني قلنا لو حرفت حاجة بانجل 30 هتقع هنا بس. 45 هتروح ابعد مكان. 60 هتروح نفس الانجل نفس المكان بتاع 30 لان هنا ال range بيكون the same. يبقى plus equal 90 ساعتها هيبقى سيم ايه يا شباب same range و range هيكون cognoscente. ماشي? دي شوية معرومات كده بسيطة قلناها ومحتاجينها في السؤال ده. يعني السؤال ده دلوقتي مش محتاج رول. يعني اول اجابة في لتر ايه هتقول له بس ايه الانجل at angle equals 45 ديجري. ولا محتاج قواعد ولا قوانين ولا اي ايه ولا اي حاجة. فالموضوع هنا مش صعب يا رب. طيب لتر بي. اه what's the velocity? عايز يحسب الفلوسي. of the projected methods if reaching the maximum height. اللي ده المكسوم هايت. يعني دلوقتي جايب لبين? جايب لله. جايب لله. وجايب للانجل بتاعنا 60. دي ثيتا يا شباب. 60 to the horizontal. يعني يعني الانجل دي محسوبة مع الهوريزنطل. لما تعمل خط كده هوريزنطل. واسترخ كده يطلع لي فوق. فالانجل دي equal 60. هي دي الانجل اللي انت شغال عليها. كده الانجل دي مزبوطة. يعني لو قال الانجل مع الهوريزنطل سيكسي صح كده. اشتغل عليها بطريقة سليمة. طيب. انا دلوقتي دي بقت problem كاملة. اروح مركز فيها واشوف هو عايز ايه بالزبط. عايز ال velocity. عايز ال velocity اللي هيطلع بها افورد. يعني عايز يحسب المين? الفي اي. طب عايز يحسب الفي اي واي ولا الفي اي اكس. والله هو هنا ما قاليش. عايز يحسب الفي اي وخلاص. يعني عايز يحسب الاتنين. عايز ما اجيب الفي اي اكس انا عندي اتش وعندي ثيتا. اول حاجة اتفكر فيها القانون بتاع الاتش. يمكن اوصلك لحاجة. الاتش. بص كده يا شباب القانون بتاعت الاتش. انا عارف انت ما حصصش الكوانين كلها. هرجعلك ليه اللي هي القانون ده. الاتش دي موجودة في الواي اكسز القانون بتاحة نيجاتيف في اي واي باور تو اوبر تو جي. ايه ده ده القانون ده ممكن استخدمه? وطلع منه الفي اي واي. طب انا مثل لو طلعت الفي اي واي اوبر ايه شباب اوبر تو جي. هنطبق قانون ده ونشتغل عليه. يبقى انا هو دلوقتي بما ان احنا عارفين الهيط او الماكسام هايت ايكوال نيجاتيف اه في اي واي باور تو. سوري. في اي واي باور تو اوبر تو جي. هنا في اي واي دي في الواي اكسز باور تو اوبر تو جي. طب ما نعوض عن الكلام ده ونشوفها يدينا ايه. نعوض تحتها على طول الاتش هنا بتو هاندرد ايه طبعا الموضوع ده يا جماعة ما يشغلكش قوي. المفروض الطبيعي انك هتكتب الكلام دي على كالبيوتر يطلع لك الانسر على طول. نيجاتيف في اي واي باور تو اللي انا مش عارف هيب كام. ما تبلاقي دين فاكتب نيجاتيف توينتي. الاخص يعني ما هي تو ما تبلاقي تين بتوينتي. وفيها نيجاتيف عشان اجرابتي دي ابورد. راجل يطلع ابورد. فيبقى الايه? يبقى الاتو جي على طول بنيجاتيف توينتي فاهمين انا كده بحاول ايه اختصر الدنيا شوية. طب انا عايز مين? انا عايز بي اي واي بس. طب والله انا مكرة كامنا عادي بالماثم. نجد ايه ديفايد ايدي اكروز بي اي واي باور تو ايقوالس ده متبلاج ده. سهلة يعني توينتي متبلاج تو هندرد. فاهمين يا شبب. هيبقى فور وجنبها ثري زير. طب يا مثل النيجتف راحة فين؟ النيجتيف باي باي مع النيجتيف مفيش نيجتيف. طب انا مش عايز باور تو. اديها سكوير رود. وشيلي باور تو من هنا. فاهمين يا جماعة اللي بعمل ايه? بس يبقى انا كده ال في اي واي هتبقى القيمة دي كلها. هتبقى سكوير رود لفور ساوزر. هو لازم احسابها بكالكريتور كان بالضبط? لا. دي مش الفاينل انسر. مش لازم اتلاحها كالكريتور كان ولا حاجة? اه واحد يقولت اه ده ساوزن ميتر صح يا شايف لا شكرا برجو عليك صح. هنا في زيرو طاير من دي في الحتة دي. عادي برضو يواع ولا حد زعلك. زاود زيرو هنا عشو ما حدش يزعلك. خلص كده بقت ال في اي واي سهلة. ليه? القصة دي هيطلع لحضر لك تو هندرد ميتر برساكد. طيب انا كده لسه محلتش السؤال خلي بالك. انا طلعت ال في اي واي دي حاجة مهمة جدا. دي هطلع لل في اي بقى. شو عايز ال في اي. عايز ال الاصلية. نرجع لكوانين تاني. مش في اخر حتة هي. عبارة عن في اي ساين ثيتا. فاهمين كده يا رجالة? هيبقى في اي ساين اي ساين ثيتا. الله يعني لو عند ال في اي واي وعايز عند الانجل هقدر اطلع ال الانجل بس لوحدها. ايوة استعد المكان الاخير ده شوية. اللي انا البقتي بشارة عليه. الله صفى نسمي له كده ونكمل. انا عارف ان هو سؤال بيبقى غيته شوية في الاول. لكن ولا لما تتعود عليه. خلاص هتنح يعني مش حصل لك حاجة. يبقى في اي واي اكولز في اي ما تبلاية ايه شباب ما تبلاية ساين ايه ساين ثيتا. خلى بالك في اي واي بتبقى ساين. التانية بتكون كوزين. هراجع لك تاني. في واحدة ساين ال في اي واي بتبقى ساين. لكن في اي اكس. اه سؤال ايه شباب ان انت فصل ورجع تاني. سمعيني دلوقتي? هتأكد بس من الناس. الناس سمعيني? هيا رجال الناس سمعيني كويس. عايز اتأكد بس عشان في كده فصل. فصل حصل كده فجأة وبعدين رجعنا تاني يعني عايز اتأكد ان احنا اوكي. تمام? تمام? خلاص. خلاص تمام صوت بقى واضح. ماشي يا شباب. تمام. علش ان انت عندي اعمال كده هزة كده غريبة وبس الحمد لله رجع تاني. كده بكام يا شباب. ال viy انتفقنا ان اكتب عامة 200. طب ال vi لا لسه انا مش عارفها انا بحسيفها اصل. سين ثي طب فين الانجل تعالي انجل سكستي. يبقى سين سكستي. يبقى كتب هنا ايه سين سكستي. متها ليه يعني خلاص كده انت كبرت على انك تغلط في حاجة زي كده. ودي بقى 200 يطلع عليك ال vi. يبقى دلوقتي. هقول تاني يبقى ال vi اللي انا عايز احسيفها بعد كل ده. ديفايد مين ديفايد سين سكستي. والله المفروض الرقم يطلع ده بقى. يعني ما يصحش بعد كل ده يطلع في حاجة غلط يعني. بس هو هيطلع بقى زي ما يطلع. احنا مش هنخسر بعد على الرقم بسيط. طيب. نجيبها ازاي لو عايز واحد قال لي امس اه طبعا دسه قال زكي. لو عايز ال vi اي اكس. لما انت عندك رايز هنا عندك القانون بتاع ال vi اي اكس اهو. انت جيتها طلعت ال vi اي. بعد ما حسبت ال vi وخلصتها. هيبقى ال vi اي اكس ايقوال vi اي كوزين ثيتا. يبقى ممكن تطلع برضو vi اي اكس. ده مش كده بس. هنقول تطلع ال time. ده كمان ال time ده ده قدر تحسبه. من ال negative two vi y over g. طب عارف لو حسبت time تقدر تحسب الر. يعني ممكن يخليك تتفسح في المسألة وتحسب كل حاجة متوقحة وغير متوقحة. طب اخلص المسألة بس عشان ايه ما حدش يطلبت. كده الاجابة بتاعتنا اعتقد ان شاء الله يطلع الرقم ده مزبوط. two three zero point nine four. او بالتقريب يعني ممكن يكون اكتر سنة اقل سنة بحاجات صغيرة. كل ده اوكي من غير المشكلة. ده السؤال بتاع c او b. لسه c بقى طبعا. كل ده احنا في c. مايش يا رجالة? طيب مايش يا زياد. خلاص كده حسبنا ال vi اي اي اشكرا جدك. حسبنا ال vi. طالما انت عندك ال vi وعندك الثيتا تعرف تحسب كل القوانين اللي احنا خدناها. تخيل? يعني لو قال لك احسب اي حاجة في دي طالما انت عندك ال vi تقدر تحسب ال vi اي اكس وال vi y وال range وال time. اي حاجة. اي حاجة طلبها ان شاء الله هتبقى سهلها ساعتها ما باش مش مشاكل. عشان كده احنا مش قلقانين بقى من اللي جاي. لا انا قلقاني. لان ايه بيه كانت صعبة بس c هنا عمل خدعة كده غريبة شوية. عايزين نتعلمها. نتعلمها مع بعض? يلا يا بطر. بقول لك ده مين ده? ده ال vi ده بيجادد مسألة كانها مسألة جديدة. بيجيب لك initial velocity جديدة يعني الراجل ده بيقول لك عد للصاروخ وخلاب initial velocity جديدة خلص. ماشيين? اه. وبعدين بيقول لك عايز يحسب ال velocity. اه. 10 seconds later. يعني ال time بعد 10 seconds. عايز يعني السرعة بتاعاته بعد 10 seconds. ايه ده كانون ميجس انجل 10 ديجري to the vertical. الراجل ده على فكرة بصعب الدنيا جدا في c. هو جايب لك ال initial velocity بيحاجة كويسة. وجايب لك اه. ده الايه ده ال initial velocity بتاعة ال object. بيقول لك عايز يحسب ال velocity بعد 10 seconds. يعني عايز يحسب ال vf. بعد وقت اقديه بعد 10 seconds. يبقى كده ده تكلمة 10 seconds later يعني بعد مرور 10 seconds. ماشي? طيب الانجل بكم? الانجل تن? لا اهي ده الانجل مش تن. ده ليه يا ميسر? جايب لك الانجل تن مع ال vertical. عارفين يعني ايه? يعني لما حضرينك ترسم ال projectile كده. احنا تعودنا ان في كورة مسلا بترفعها كده في projectile. دي الانجل اللي تشتغل عليها دايما. هو قالك لا الانجل بقى حضرتك مع ال vertical اللي هو اللي فوق ده بتن. انا تن دي مش ادخلها في قوانين خالص. ولا اللي ادعو بيها. انا مخصمها من زمان. انا اشتغل الانجل اللي تحت. طب حد شطور يقول لي طبعا الانجل اللي فوق دي تن. يبقى اكيد اللي انا هشتغل عليها اصلا في المسألة كام? هتبقى تن برضو? ولا رقم تاني? يا جماعة? مش انا بس اللي عارفة فين بقيت الناس? هم جمعهم دول يا جماعة الانجل دي ناينتي. طبعا ما قالك الانجل تن مع ال vertical يبقى هو بيحاول يسوحك الانجل الصحة كام? ايتي دي جري. يبقى في الحالة دي هتبقى مش هتبقى مش هتبقى تن. فطبعا انت حضرها ممكن تبقى تحل على تن مش تطلع معاك ابدا. لانه اصلا مزبطها على انجل تاني. دي خدعة بس ما متحصلش كتير بصراحة هي مرة واحدة بس شفناها مرة من زمان كمان. يقول لك الانجل مع كزا. لما يقول لك الانجل مع كزا. مع يبقى خلاص تعمل كده بقت مسألة جديدة خلص. انت بتقول ايه? بتقول يا مسألة جديدة. عندي فيها وعندي فيها وعندي فيها الانجل وعايز يحسب الفي ايه الفي اف. طب بدي ده لأ دي محتاج مكان مش ينفع فيها الحتة الدايقة دي. وبص كده معا يا جماعة انا هرسم ايه? هرسم المسألة تاني كأنها رسمة جديدة. بس مش هرسم بقى صاروخي يعني والكلام التافي ده. احنا هرسم بس اي بتحرك ابورد ودت تقاطي الخط كده. في طرع اللي فوق. الانجل دي بقت اي تي يا جماعة حزبطناها عند اي تي ايه وعا تنسى. اي تي دي جري. الانيشة اللي بدي بقى الحركة مش فاكت طبعا الانيشة الجديدة. يبقى الانيشة يبقى الانيشة يبقى الاندرد. يبقى دي كده اي كوالس ايت هندرد متر بير سكند. وبيقول لك باع حساب الفي اف بعد مرور وقت قد ايه? لما تايم يكون ايكوالس اا كام كام تين سكند. اللي بقى لتين سكند. طب بركز بقى معايا بطل عشان ايه السؤال ده فيه تفاصيل كتير شوية. احنا متعاودين نعمل ايه? يا رب يكون فاكرا معايا. ما تبدأش بروشيكتايل. انت كده كانتها مسألة جديدة. الا ما احسب ال في اي اكس والفي اي واي. فمعايا كده في اي اكس ايكوالس في اي كوزين ثيتا. الفي اي كام يعمل حق بيت هاندرد. كوزين كام? كوزين ايتي. لو حد معاك يساعدنا يطلعينا الرقم ده كام? عشان احنا محتاجينه بعد شوية. ماشي? واحد قال له هاندر فرتي ايت بوينت ناين شوكنا يا وطر. يا رب يكون صح? هاندر فرتي ايه? بوينت ايه بوينت ناين اميتر برساكت. وانا محتاج اي اكس انا مش عارف. انا بحس اي اكس اي احتياطي. يمكن ربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب. اه برضو بديها في اي واي. الفي اي واي هي في اي وجنبها يعمين سين ثيتا. الفي اي بكام يا ريس? بيت هاندرد. سين كام? سين ايت. يبقى نفسك هو 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 بس خليها سين بدل ما هي كوزين. طلعت سبن ايت سبن بوينت ايت. اشكرك يا رجال. طلعت على كلامكو. سبن ايت سبن بوينت ايت ميتر برساكت. عارف ان ايه ارقام رخمة. بس احنا ملناش دعوة احنا مش بنشتغل ماس بنشتغل الفيزيكس. الفيزيكس اركامها تبقى حقيقية شوية فبتبقى رخمة. عشان الارقام الحقيقية رخمة. غير الارقام بتاعت الماس بتزبطة قوي على انك تطلع بارقام معينة. انا حسبت الفي اي اكس والفي اي واي احتياطي. انا مش عارف هاستخدمهم كلهم ولا لا. وبعدين نبدأ بقى افكر. افكر انت عايز يعمل حق. عايز الفي اف. طب تمام الفي اف يجيب تتحسب ازاي. ما نرجع على القوانين عشان انا بنسف. الفي اف هي موجود في الريزولت. شايفين? العليمين خالص. الفي اف ايقوال سكوير رود لفي اف اكس بار تو بلاس في اف واي بار تو. ماشي كده ربق بطن. الفي اف اكس بار تو بلاس في اف واي بار تو. طب هقولك على طريقة برضو لو انت مش حاوز كل القوانين. القوانين ده كفاءة قوي هيعلمك كل حاجة. انا عايز احسب ايه? عايز احسب الفي اف. الفي اف يعني سكوير رود. لمين? الفي اف بس اكس بار تو. بلاس في اف في اتجاه الواي اكسز بار تو. طب اجيب حضراتهم دون منين? بص كده معي. طبع ممكن نرجع لقوانين بس في حاجة اسهل. الاسهل لكل واحد طبع ما عايز تحسب الفي اف استخدم الفي اف موشن. مين الفي اف ده? فاكرنا يا جماعة الفي اف موشن رابط معنا هنا برضو. بيعلمنا بالمرة. كان بيقول في اف ايقوانز في اي بلاس اي تي. ده الفي اف ايقوانز. اشتغل عليه مرة في اكس اكسز ومرة في اي اكسز. هتحل الدنيا. فركز كده معي. هنشتغل على ده الاول. هاخد ده كده على جمد. تعال عامل في اك. وده انت كام حضرتك. انت الفي اف حاط مش الفي ايقوانز. في اي. في اي. فلس اي تي مش ده قانونة جماعة بتاع في اكوشن. انا حاوله الاكس اكسز. يعني اعمل ايه? في اكس. في اي اي اكس. اكسز. واوعى التايم ده لا في اكس ولا في واي. التايم ده سكلر. كما تلاحظ حاجة يموعى الاكسلشن بتاعت الاكسز اكسز. يفتكر اوعى تلساها بزيرو. دي اشو شايفين دي? الاكسلشن بتاعت الاكسز بزيرو. ده فهمت? يبقى الفي اف اكس هتبقى ايقوان الفي اي اكس. تا مش التحاسب الفي اي اكس اعمل حاج هناك اي. وان هاندرد ثيرتي ايد بوينت ايت. خلاص يبقى ده كده انت خلاص الفي اف اكس بقت اي والس بالنسبالك وان هاندرد ثيرتي ايد بوينت ناين ميتر برساكن. بروز ده واركنه على جنب لما نتزنق ونحتاجه. يبقى دلوقت انا مين? طلعت الفي اف اكس من القانون ده. ناقص مين? ناقص الفي اكد هتبقى متعبة شوي. تعال الفي انت اصلا القانون بتاع برس ايقويجون بيقول الفي ايقوالس في اي بلس اي تي نفس الكلام. اديها واي اكسز. جنب دي حط لي واي اكسز. جنب دي اديها واي اكسز. بس الاكسلشن بتاعت لو اي اكسز لو سمحت خليها جرابيتي. وما فيش طايم. الطايم قصة ما يقص ما فيش اكس ولا واي. ما عنديش حاجة هنا بزيرو اقدر يخليها بزيرو. يبقى كل حاجة زي ما هي. اشتغلها كلها بالكامل. في اف وي هتبقى ايقوال. ما هي المكتوب اللي هنا اللي احمر فوق اهي. اللي هي سيفن ايت سيفن بوينت ايت. بلس جي. الجي بكام يا بطل. بنيجاتف تن عشان هي بتحرك ابورد. يبقى كتب تن. ماتبلاي تي. تايم بكامل. وهو قالك التايم ايقوال ايه تن ساكند. طب ينفع اكتبها هندرد عشان اوفر بس مجهود. بدل ما كتب تن ماتبلاي تن الحاجات السخيفة دي. اكتب ابوص على طول بخبطة واحدة نيجاتف هندرد. فاهمين يا شباب? طب والله دي مش محتاجة بالزات يعني السيفن هندرد. هنشل من هندرد هيبقى سيكس هندرد وشوية يعني مش محتاجة. يبقى كده سيكس هندرد سيكس ايت سيفن بوينت ايت. طب انت اللي عملتها يا مستر ما تنساش بقى افورد الجي هتبقى دايما بالنيجاتف ايه نيجاتف تن. ماشي? من تالي يا جماعة مش مستحيلة قوي لحد الوقت. يعني لحد الوقت حتى ما استخدماش الكالكوليتور الا ايه مرات بسيطة. بس حتى لو استخدمت مرات كتيرة. كده انت عندك الاتنين دول. خلاص? يا مستر بدي خلصت ايه? طب خلصت ازاي? طب انكملها في حتة الواسعة دي. يلا يا بطر. خليك بقى معي او اخر خطر. ارجع لقانون الاساسي تاني. مش ال VF. كانت ايكوالس مين سكوير رود. بكتبت انا افكرك بي. VF اكس اكسس بوور تو بلاس VF واي اكسس بوور تو. انا عارف ومتطفق معاك ان المسائل دي طويلة. انت عارف اتعاود انك تقعد تحل خطوات كتيرة كده. بس معلش. الكلام ده مش هتكرر تاني ابدا الا في البروجيكتايل بس. وبعد كده ال VF اكوالس كوير رود. عايزين بقانين الارقام بس ونطلع بطش. ال VF اكوال كام? وان ثري ايت بوينت ناين او عادي نسان فيها باور تو. سكس ايت سيفن بوينت ايت وال باور تو. ربنا معك بقى ان شاء الله مع الكريتور وتديها الكريتور ويمكن يطلع الرقم صح. وهنا كاتبين الرقم يطلع سيفن زيرو وان بوينت سيفن. يعني سيفن هندرد وشوية. اذا طلع صح الحمد لله. سيفن هندرد وان بوينت ايه بوينت سيفن تقريبا. او عمل لها عمل لها يعني يبقى سبن هندرد وان بوينت سيفن ميتر خضوات كتيرة عارف وممكن تكون صعبة على بعض الطلبة بس انا هسيب لك الكلام ده تشوفوا مرة واتنين وثلاثة ان شاء الله بازني انا بحاول اسجل لكم والله الاسئلة حتى بس يعني مش هدتبقى صعبة عليكم تفضلي يا ساندي. ساندي. ايوة ايه المشكلة? ايه مسلا هو احنا امتى نعرف ان احنا يعني هنستعمل قانون بتاع اف اه اي اف اكوال روت اه اله ايه. اعم حلو السؤال ده. بص في السؤال هنا قال لي ايه? قال لي اغاني بتاعت الانيشيلcn 其 Cena. خبلاك حساب Danny velocity بعد اين ساكند. اي فلوسي بعد انيشيل يا جماعة لازم نذكي اسمها فيانل فلوسي. اي فلوسي بعد اللا اسمها فيانل. طب هوا ما قلاش فيانل فيلوسي في اكس اكسب يبقى عايز الاتنين مع بعض. ده المحصلة بتاعتهم هما الاتنين. ماشي? يبقى لو قل لو قل كده صغط السؤال اي رقم يبقى هو عايز الواضح كده? تماميا. يبقى رول ده. يبقى رول ده السعودية مؤمن? امتى لما قل لك احسيب لي الفلوستي? ده لما قل لك احسيب لي الفلوستي بعد وقت محدد يبقى هو ده الفايني الفلوستي. ماشي? يبقى انا عايز اتبقى متخيل يا جماعة ايه? متخيلين انا عارفة. متخيلين كده عشان برضو محدش طلاقة. بص يا شباب. ده ايه? ده الخط الاساسي وده البروجيكتوين. ركز كده معي عشان الصباح ديها مساحة تانية. الاوضحك بتحرك. فين الانيشيل فيلوسي? هي اول فيلوسي اتحرف بيها. ده اللي في اي. لو قل لك احسيب لي فيلوسي بالحتة دي. تسميها في اف حضرتك. طيب قل لك احسيب لي فيلوسي هنا. تسميها في اف برد. اي فيلوسي تانية اسمها في اف. حتى لو هنا. حتى لو كده اسمه في اف بالنسبة لنا. خلاص? ممكن بقى واحدة تسميها في اف وان في اف تو لو انت عايز تقارن بينهم يعني. بس واو في الغالب اي فيلوسي بعد وقت محدد اسمه فيلوسي. ماشي يا شباب? الايكوجن سوكوشن كانت كده برضو كان كل القارن بتاعت الكوجن سوكوشن لو قل لك حسيب لي فيلوسي بعد وقت محدد بيكون ده ايه? بيكون اه الفلوسي بتاعنا هيكون كده. طيب. اه عايز اقول لك على حاجة يا شباب. فاكرين الرسمة. واحنا في البروجيكتايل قلنا ايه? قلنا حاجة في البروجيكتايل. عايزين الناس اكتب كومنت معي وانا بقول. ماشي? اسمع بس الاول السؤال. في البروجيكتايل. لو انا قلت لك عند اي نقطة. اي نقطة من دول. الفلوسي بتاعت الاكس اكسز. برقم معين. هسميها الرقم ده. هسميه مسلا اكس. يعني ده كان ده رقم. ماشي? يبقى الفلوسي اللي فوق هتبقى اكبر ولا هقل من الاكس? ده. اللي فوق ايه ده? هيبقى اكس ولا يعني هيبقى اكس ولا مورذا اكس ولا ليس زين اكس? يلا يا بطر. افتكر كالنواعي? ايوان واحد قل سيم. واحد قل قدها. واحد. واحد قل تمام? الغالية العظمى من كلامكو صح. الفيلوز بتاعت الاكس اكسس مش هتقل ابدا. ليه مثل ان اطلعت فوق. يا عم انت اطلعت فوق ده. الواي اكسس هو اللي بيقل لي بس بسبب الجرابيتي. يعني ديها تبقى ايه اكس. تبقى دي اسمها ايه اكس برضو. تبقى دي اسمها ايه اكس برضو. من اساسيات البرجيكتاين تبقى عارف ان اتجاه الفيلوز بتاعت الاكس اكسس نفس الديريكشن ونفس الفاليو. فلو جابت لك اي رقم هنا تين ميتا ب ساكت. قبلiri رئيس. اللي بيقل? اللي بيقل الي اكسس. الي اكسس هنا في اتجاه هنا ابقى رقم كبير. يبدأ يقل سينة سبب الجرابيتي. يقل شوية هنا بيبقى زيرو. في الواي اكسس هنا بقى زيرو. بعد كده راح راجل يعمل ش mining عشان ينزل لتحت. يبدأ يزيد بقى تاني هيزيد. بس يزيد بقى في عكس الاتجاه. يابقى اللي ويزيد مين? الي سابت مين? راح يان Note الثاني السنة اللي فاتت جاب reusable في الحتة دي. سنة اللي قبل اللي فات. جاب سؤال في الحتة دي بس ما سألش عليها بالكلام. لان ات عارف ان الطلبة حافظة. يعني في طلبة حافظة كويس جدا. تقول له اكس اكسز يقولك السرعة سبت. الواي اكسز بتزيده وبتقل. ماشي كده? طيب. رح جاب الرسمة دي. دي جات في الامتحان يا جماعة. امي بودة في المعاصر. ايه ان شاء الله بزد يا مسا دي كلها خطوط. الخطوط العجيبة دي. والله يا جماعة من غير ما تقرأ سئيل الفيلوس بتاعة هيكس اكسز سبتة ولا بتزيد ولا بتقل? ها? الفيلوس بتاعة هيكس اكسز سرعة ايه? سرعة سبتة. يعني ما يجي ترسم لها جراف يفضل يعني يا اما دا يا اما ايه يا اما بي. ال delete news دول واحدة منهم هبقى نصح. كده في الامتحان لان هنا مسا دي ايه؟ بص معي الفيلوص بتاعت هيكس اكسز بتقل وهنا برضه بتاقل وده ما من يصحيش كده. يبقى الفلوص بتاعة هيكس اكسز سبتة يا اما اختار ايه يا اما اختار بيه. ماشي? طيب يا مستر. هيختار بقى ايه ولا بيه? نشوف الواي اكسس. الواي اكسس اخبارها ايه? انا اقرأ بقى السؤال كويس. بيقول لك ايه? بيقول لك في السؤال انا حرفت حاجة يعني بانجل فورتي فايف تود هوريزونتل. اه ذن رجع تاني للارض. ما فيش مشاكل صح. اذا طيب اه ده عايز يحسب كل توتال الـ time. الـ velocity بتقل وعين تزيد ولا ايه? عايزة بتآكد كده? الـ velocity بتقل تقل تقل لحد ما تبقى zero وعين تزيد 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 اه والله يا طب هيه حلوة جدا هي. الراجل ده عايز يحسب ايه? الاجابة الصحة دلوقتي ان الـ velocity بتقل تقل تقل لحد ما توصل zero وبعين تزيد 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 لحد ما تبقى. يبقى الاجابة دي الى حد ما صح. يا مستر ايه الي حد ما دي? هي تنفع بيه? لا. بيه كانت لو عايز ايه? لو عايز ابورد بس. الابجيكت لما بتحرك ابورد بس. الفلوس بتقعد تقل لحد بتوصل زيرو. هنا مش عايز ابورد بس. عايز ابورد ان داون ورد بسبب انه جايب تي كابتال لا توتال تايم. فالرسمة دي غلط. بس اقلوك على حاجة جماعة عشان الناس اللي بتذاكر جامد هتفهمني دلوقت. الرسمة ايه دي ورد وفيها غلطة. ايه مستر الكلام ده. ده كلام كبير. الرسمة دي فيها غلطة? اه صدعني والله فيها غلطة. اقول لكم ليه? الرسمة الصحيحة. بس هي جات عشان جات في الامتحان كده المعاصر نقلها بنفس الشكل يعني. يعني هي جاية في الامتحان اصلا فيها غلطة. فين الغلطة يا مستر? اكيد هتاخدوا بالكو دلوقت. واكيد في طلبة كتير من الناس الشطرة وانا عارفهم كويس. فاهمين ايه اللي بي ايه? ايوان بدأت الناس تجاوبين. صح يا شباب. السرعة هتزيد. هتقل لحد ما تمصل. وبعدين يعني يا بطل المفروض الواي اكسز تبقي ماشية كده 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 كده. وبعدين تكمل في الليجتف فاهمين? المفروض بتاعت الواي اكسز تكمل في الليجتف. احنا كل هم تبقين هي有 Ha نزلة نزلة وعين تكمل في الليجتف عشان هي هتبقيوب عشانoki علشان هو نفس الايه? نفس الابجك. يعني السرعة تقلت لحد ما تمصل زيره. بعدين تبعد تزيد بالايه? بالناجاتيف. ده المفوضة الرسمة الادقة. الادقة علميا. بس هو ايه? ما ما قالك بعد يعني ده مش متحل كلية هندسة. طالبوا حسنة اولها مش ياخدوا غانوا من الحتة دي. بس هي باينة تقدر تبصلها لايه من غير مشاكل? بس بقى صح. الرسمة دي. يعني دي لو اتحطت في الاختيارات مجنب دي. دي اصح. ماشي يا شباب? ليه? عشان في جزء بصي في جزء ناجاتيف. لكن الرسمة دي تبقى. تنفع. تنفع لو قال لي هنا كلمة سبيد. لو قال لي على دي سبيد مش فيلوس. اللي سبيد ما فاش ناجاتيف بقى. كلها عشان هي سكيلر. آآ يا رب ما كنتش تلعبطت من الحتة لنا قلتها دي بس يعني للعلم يعني احتياطي تبقى انت عارف. انا سابق مكتوبة برضو احتياطي. تبقى عارف الاصحة ايه دايما. لان انت بتتعلم مفوضة تتأسس في الفيزيكس. عشان لما تكمل تكمل وانت ايه? فاهم كل حياة هي اصلا ليه? جات ازاي? اتعاملت من ايه? تبقى انت متمايز عن الشخص اللي هو بيحفظ بس. اللي يحفظ بس ده مش يعرف فاس لك في النظام الجديد ده. ده سؤال برضو بعض الطلبة بعتوه على الجروبات وقال مستر السؤال له من السئلة صعبة جدا مش هاي فينا نتعامل معاه ازاي. وليهم حق صح. يعني ليهم حق السؤال تحس مفوش داتا اصلا مفوش معلومات. وراجل عايز انجل. بيقولك ده بادي از بورجيكتر ايه انجل ايقوال كام? واذا هورزون انت اللي عايز الانجل ثيتا. اينا عايز الثيتا تطلع كام في السوية. واذا ماكسوم هايت لها الاتش? ايقوالس ار اوبر فور. ماكسوم هايت بيقول لك الاتش ايقوالس ار اوبر فور. طب اتعامل معها ازاي دي يا مستر? والله اه ما حاجة محيرة برضو انا اتع صح اتعامل معها ازاي دي. يعني امتى ده بيبقى ايقوالس ار اوبر فور. ما لازم افك بقى الحاجات دي ممكن تطلع معايا. معاش يا رجال. اشتغل معايا بقى بالراحة. بص يا جماعة عشان ما طلبتش. الاتش دي افك القانون بتاع الاتش. وقانون بقى الار. ومعاك ربنا بقى ان شاء الله. القانون بتاع الاتش بيقول ايه? الاتش بيقول لك negative. طبعا موضوع النيجتيف هنا ممكن يتكانسل اصل عشان ده مجارة بس. فممكن لو عايز يعني تكانسل النيجتيف القانون اديها كانسل امش مشكلة. بس نشوفه قانون بيقول لك هنا ايه? في اي وان. فور تو. اوبر ايه شباب? اوبر تو جي. طبعا تمام. ايقوالس. الار ايقوال في اي اكس. ماتبلاي ايه شباب? ماتبلاي ايه شباب? ماتبلاي توتال تايم. ديفايدت مين? ديفايدت فور. انت عايز طلع من ده الثيتا يا حج. اه ما دي مشكلة. هجيب له بقى الثيتا دي منين? هجيب له الثيتا منين وهو مش جعيب لأي اي time. مسلا. تروح انت فاكر كال time. او time ده يا بطل كان ليه رول هو كمان. ال time ده كان ايقوال مين? لو انت فاكر كان ايقوالس. اه هو قانون شبه ال ا اتش كده كان نيجتيف برضو. بس تو في اي واي. اوبر تو جي. نفكها ممكن ربنا يكرمنا. يعني انت وانت بتفك كده هتلاقي الدنيا ايه بتسهل معك اكتر. يبقى ده يبقى ايقوالس. في اي اكس. خلاها زي ما هي. التوتال طايم هنكون كل ده. طبعا سوريا ايما ما فيش تو تحت هنا. اوبر جي بس. ماشي? اا وبعدين تكمل. في اي اكس. ملتوبلاي ايه. نيجتيف. ظهرت اهي. والتو معانا. والفي اي واي اوكي. والجي هتبقى جانب الفور. فور جي. ماشي? يبقى انت دلوقتي بص يا جماعة عينك بيبص الجنب ده. مربع ده كده. هيسوي الحتة دي. هتقول لي حلوة اوي يا مستر. تما دي نكانسل يا جماعة اي حاجة زيادة. يعني ايه يا مستر? يعني انت عندك هنا التو دي باي باي مع دي. هيتفضل تو تحت صح? بعمل يعني. والتلو فوق باي باي مع التول تحت برضو. كده التو خلاص. ما فيش ارقام خالص. الحمد لله. كده بدأت تزبط معي. ماشي? طيب ايه كمان? هنا في واحدة بس. معناها بص يا بطل. انا هينفع عامل ايه? هشتبه فيه. في اي واي تتكانسل مع الباور بس. يعني هيفضل في اي واي واحدة بس. طيب كويس. والنيجاتف ده هيتكانسل مع النيجاتف ده. والجي دي كلها على بعضها بالجرافت بتاعتها بالكل العبل بتاعها هيتكانسل مع الجي الامورة دي. يعني هربيات. ده ما تفضلش عندي حاجة. في الجنب على الشمال ده تفضل عندي الفي اي واي واحدة بس. هنا تفضل مين يا بطل? اتفضل الفي اي اكس بس كده? آه بس ما نفضلش حاجة تاني. كله راح. كله راح خلاص الله يرحمه. انت عارف ان الفي اي اي اكس تبقى اي كوال الفي اي واي امتا? المفروض لما الانجل تبقى اي كوال فورتي فاي. طب لا انا مش فاهم كده. انا عايز بقى احسبها بالتفصيل يعني. طبعا هي فورتي فاي لازم يكون تجد انت هتطلع كده بالمانضة ده فورتي فاي. بص بقى بالتفاصيل المملة عشان تفهمها جات ازاي? تركز معايا بطل. ال vi x هتفكها برضو. مش ال vi x وال vi y بيتفكوا هما كمان? اه? ال vi x بتتفك ايه? ال vi y الاول. تتفك vi sin theta equals. ال vi x بقى vi cos theta. شيل vi مع vi. sin mean يدينا نفس الكوزين. برضو لو انت حافزها 45 يبقى انت خلاص السؤال هتقول لي 45. ده بيفرد انا مخي جزمة وعايز اجيلها بالتفصيل المملة. بصك انا معايا معليش. ودي الكوزين نيحة تاني في تقول لي sin theta. over cosine theta equals cam equal one. ماني نقلتها هناك يا جماعة با ادواني. حد عارف يا جماعة في الماث. sin over cosine يدينا ايه? يا رب بنا ارخدتها في الماث اصلي. sin divided cosine حد عارف? درستها اكيد صح? بيدينا اي باطل? بيدينا تاني. انا عارف ايه مش محتاجة الخطوة الاخيرة دي. بس للناس عشان تتأكد. ادي تان theta equal one. تروح انت ماسك الكالكوليتور بتاعتك الامورة. الكالكوليتور. وديكتب ايه يا بطل? shift ten one. shift ten one هبطلع لك theta equals forty five degree. انا بعملها لك proof باكد لك عليها. والخطوة دي بصك انا معايا كل اللي عملته علي مين ده ما كانش لازمها قول انها ممكن كنت توصلها بالحتة دي. بس انا بعلمك حاجة زيادة. عشان في بعض الاسئلة هتحتاج موضوع التان ده. هنا كانت سهلة. الفي اي اي اكس equal viy فعرفت على طول ان هي equals forty five. بس ممكن في بعض الاسئلة يقول لك هتطلع مثلا three vix. مش اقعد عايق جنبيها. هفكها بقى يا بطل واعمل خطوة اللي عالمين دي. عشان كده الاساس هي اساس انك هتفك دايما. مش دايما هتطلعه مش دايما هتطلع على اجابة فورتي فايف. مش قلنا شوية في المقدمة الكبيرة دي. بس كان لازم لازم نحل شوية على البروجيكتايل. وخلي بقى شابتر فور ده مش هينتهي معنا. كل مرة واحنا بنعمل على اي شابتر هجيب لك اسئلة من شابتر فور. شابتر فور عموما بقى مش البروجيكتايل بس. عشان برضه بتتضرب ازاي تعرف تقارن بين بتحرك في الاكس اكسس ولا في الاكسس ولا اول حتة. مش يا جاء? اه حدي بيقول اول حتة دي صعبة. اول حتة دوسة يا جماعة عملتي عشان تفهموا. انا جبت القانون ده وعدت فكه بس قدامك. وانت المفروض انت حن اوبن بوك يعني القوانين قدامك اصلا. فكت ال اتش بالمربع ده كل. وفكت الار في اي اكس ما انت عارف ان الار ايقوال في اي اكس تي. لو مش عارف بترجع لقوانين وخليها قدامك دايما. كل ما تحس ان فيه ازمة خلي قوانين مكتوبة قدامك. بس تبقى عارف مكانها فين وهي ايه ومعناها ايه? يعني الار في اي اكس تي. انا شلت الار وحطت في اي اكس تي. انا بس عشان حافز القوانين خدتش ماخدتش معي طبعا المجهود الكبير اللي بتاخدها مع بعض الطلبة التانية. لكن الطالب ياخدها وقت عشان غزب العن وعن. لكن لما تتضرب كتير هتبقى اسرع. شلت بعد كده الطايم لما حصيت ان الطايم مش موجود في السؤال خالص. عارف لو ما دينا طايم كنت خلصت بدك. شلت الطايم وحطيت مين? حطيت كل ده. ده ما كان الطايم يا شباب. اللي هو نيجاتف تو في اي وي اوفر جي. فحطيت نيجاتف تو في اي وي اوفر جي. النيجاتف العليمين اتكنسل من نيجاتف العشان. العادة بقى كنسل كل حاجة شبابا بعد في التجاهين. هنا في جي وهنا في جي. كنسلتهم. عارف يعني كأنك عامت بالظبط. اه والتو تكنسلت مع التو. لقيت في الاخر هنا في الجامعة ده في اي وي بس. وينه في اي اكس بس. دي الوسائط للاجابة. برضو الكلام دي يا جماعة. انا بحاول اسجل لك المحاضرة. عم عزاسي يبقى برضو ليك لان انا عارف الاجزاء بتاعت البروجيكتايل دي اجزاء رخمة بزيادة.